بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درسنا اليوم ان شاء الله خاص بالأولى متوسط حول telling the time يعني كيف أسأل وأجيب عني الوقت هنا بعض المصطلحات اللي حبيتكم تعرفوها قبل البداية في الدرس عندي watch اللي هي ساعة اليد clock clock هي ساعة الحائط an alarm ولا alarm clock هو المنبه كيتعود عندي منتصف الليل نقول it is midnight كيتعود عندي منتصف النهار نقول it is midday اوكي اذا نروح لكافية السؤال عن الوقت والاجابة كنحب مسألة عن الوقت نقول what time is it معناها كم الساعة what time is it اوكي كنحب نمد الساعة لازم نبدأ بكلمة it is معناها انها ومن بعد نمد الوقت اوكي اذا عندنا هذا الرسم المبسط اللي من خلاله رح نفهمو كيفاش نعبرو على الساعة اوكي اذا رح نعطيكم مثال كيعود عقرب الساعات في رقم اربعة واقرب الدقائق مثلا في رقم اتنى عشر اهنا نقولو انها الرابعة بالضبط it is four o'clock four o'clock كيتعود الخامسة بالضبط نقولو it is five o'clock كيتعود الواحدة بالضبط نقولو it is one o'clock اوكي كينتقل عقرب الدقائق الرقم واحد يعني اصبحت الرابعة وخمس دقائق نقولو it is five past four الرابعة وخمسة احنا نبدو من اليسار نقولو five past four يعني كينبدو نترجمو الساعات نبدو من الدقائق للساعات مش كما في اللغة العربية نقولو الرابعة وخمسة لا في الانجليزية نترجموها five past four هكذا نقولو it is ten past four الرابعة وعشر دقائق هكذا it is a quarter past four الرابعة والربع هكذا it is twenty past four يعني نبدو بالدقائق وسهر رحول الساعات اوكي يعني الرابعة وعشرون هكذا نقولو it is twenty five past four يعني الرابعة وخمسة وعشرون دقيقة يقعد عقرب الدقائق هنا نقول it is half past four الرابعة والنصف هكذا دولة عندنا الخامسة الا خمسة وعشرون دقيقة نقولو it is twenty five to five يعني الخامسة الا خمسة وعشرون دقيقة قلت في الانجليزية نبدو بالدقائق وسهر رحوا بالساعات اوكي هكذا نقولو it is twenty two five الخامسة الا عشرون دقيقة هكذا نقولو it is a quarter to five الخامسة الا ربع هكذا نقولو it is ten to five ten to يعني ten to five الخامسة الا عشر دقائق five two نقول it is five to five الخامسة الا خمس دقائق كي يوصل هنا يكون عقرب الساعات انتقل الرقم خمسة نقولو it is five o'clock اوكي نعود نشرح لكم في هاد المنبخ عندي هنا الثالثة بالضبط نقول it is three o'clock هكذا راهي الثالثة وخمسة احنا نبدو نترجموه من الاخير ونروحوا الاول نقولو it is five past three هكذا نقولو it is ten past three الثالثة وعشرة هنا عندي الثالثة والربع نقول it is a quarter past three هكذا it is twenty past three it is twenty five past three it is half past three it is twenty five to four شوفوا معي هنا العقرب بتاع الساعات بداي يقترب الرقم اربعة راح نبدو نقولو الرابعة الا خمسة وعشرون دقيقة نقولو it is twenty five to الا four الا الرابعة it is twenty two four الرابعة الا عشرون it is a quarter to four الرابعة الا ربع it is ten to four الرابعة الا عشر دقائق it is five to four it is four o'clock اوكي اذا نحلو مع بعضنا بحل بعض التمارين باشتفهموا اكثر هنا عندي السابعة بالضبط نقول it is seven o'clock it is seven o'clock اوكي هنا عندي الثامنة والنصف نقول it is it is هذه لازم تبدو بها ضروري it is عندي شوفوا نكتبها بالعربية تتبعوا الطريقة هادي دوك تجيك مساهلة الثامنة والنصف والنصف معناها half past معناها half past وش نكتب it is half past eight half past eight يعني بالعربية الثامنة والنصف بالانجليزية نبدأ منا نقول it is half past eight half هو نصف وهي past and eight هي الثامنة it is half past eight هنا عندي الثالثة والربع كيفاش نقول it is وربع هي quarter past يعني نبدو من الاخير ونروح لقدام it is a quarter past three اوكي هنا عندي الخمسة وخمسة وربعين دقيقة معناها السادسة الى ربع اوكي هكا تقرأوا الساعة ما تقرأوا هاش الخمسة وخمسة واربعون تقرأوا ها السادسة الى ربع نكتبو هنا السادسة الى ربع اذا اول حاجة التلميذ يقرأ الساعة من بعد يكتبها بالعربية في المحاولة طبعا ما شيف الوقت الاجابة من بعد يبدأ يترجم من الاخير الامام اوكي كيفاش نقول it is الا ربع هي a quarter two ولا نقول الربع هو a quarter الا هي two السادسة six it is a quarter to six يعني هنا past في الساعة كنقول وا نقول past كنقول الا نقول two اوكي عندي الواحدة وخمس دقائق نكتبها بالعربية الواحدة وخمسة نترجمها it is خمسة هي five وهي past في الساعة برك past الواحدة one it is five past one يعني تبعوا خطوة هادو باذن الله ما تغطوش في الساعة عندي الرابعة وعشر دقائق الرابعة وعشرة تكتبوه هدقا نترجمها it is عشرة هي ten وهي past الرابعة هي four it is ten past four السادسة وعشرون نكتب السادسة وعشرون نترجمها نكتب it is عشرة هي twenty و past six it is twenty past six السادسة وعشرون اوكي يعني بالعربية هكا باللونجلي نبدو من اليسار لليامين اوكي الثامنة وخمسة وعشرون دقيقة الثامنة وخمسة وعشرون كيفاش نقول it is خمسة وعشرون هي twenty five و past الثامنة eight يعني التلميذ لازم يكون يعرف يكتب الأرقام بالحروف one two three اوكي هنا عندي العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة كيفاش نقرها الحادية عشر إلا خمسة وعشرون يعني الحادية عشر إلا خمسة وعشرون خمسة وعشرون نبدأ نكتب it is عندي خمسة وعشرون twenty five إلا two eleven الحادية عشر إلا خمسة وعشرون اوكي يعني بالعربية من اليمين لليسار بالإنجليزية نترجم من اليسار لليمين اوكي هنا عندي الحداش وخمسين دقيقة يعني اتناش غير عشرة الثانية عشر إلا عشرة نبدأ it is نبدأ من اليسار لليمين it is ten إلا two twelve ثانية عشر هي twelve it is ten to twelve إنها الثانية عشر إلا عشر دقائق إذن التنميد لازم يفهم الشكل هذا باللي هذا الجزء كامل past وهذا الجزء كامل two اوكي امبعد يكتب الساعة يقرأ الساعة يكتبها بالعربية من اليمين إلى اليسار امبعد يبدأ يترجمها من اليسار إلى اليمين ويكتب it is قبل ما يحط الساعة اوكي نتمنى اني بسطت الدرس وإنكم مفهمتوح goodbye thanks for watching like share and comment please subscribe our channel